الخبر الثالث ولسه طازة كنا حددنا معاكم وقلنا لكم في حلقات سابقة مواعيد مباراة الآلي في دور الأبطال الجولة الأولى يوم 26 نوفمبر أمام استاد أبيجان الجولة الثانية يوم 7 ديسمبر في جوانسبرج أمام أورلاندو بايرتس والجولة الثالثة المؤجلة اللي هتتلاقي مع شباب بولوزداد عقب العودة من قطر هي محدد لها سالة فانيان 14 ديسمبر ولكن المعادة خلاص تأجل والمعادة اللي عندي يوم 22 ديسمبر ده الموعد المبدأ اللي الكافة هيعتمده خلال الساعات اللي جاية ولكن الجولة الرابعة والجولة الخمسة اتأكدوا منذ يعني عايزة لكم دقائق قليلة جدا لسه وصلنا حالا وإحنا على الهواء الأهل هي سافر الجزائر يلعب يوم 3 يناير مع شباب بولوزداد على ملعب 5 جولية الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة دي معاد أو ده معاد الجولة الرابعة الأهل هي سافر الجزائر عنده مباراة مع شباب بولوزداد لقاء الإياب في الجولة الرابعة يوم 3 يناير في ملعب 5 جولية ساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة الجولة الخمسة الأهل هيسافر أبيتجان الأهل عنده رحلتين سفر وراء بعض هيرجع للقاهرة ويسافر أبيتجان امتى؟ عشان عنده مباراة مع أستاذ أبيتجان في القدفور يوم 11 يناير أيضا يعني بعد مباراة شباب بولوزداد بالزبط بأسبوع هيلعب في أبيتجان يوم 11 يناير المباراة هتكون الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة الأهل هيلعب في جوانسبرج الساعة 3 العصر ولكن في أبيتجان هيلعب الساعة 6 على الأضواء الكشفة وأكيد وضع مختلف ما بين الأجواء في جوانسبرج عن أبيتجان في الفترة اللي جاية إذن نحن النهاردة خلاص معنا موعيد الخمس جولات بالنسبة للنادي الأهل 26 نوفمبر الجولة الأولى 7 ديسمبر الجولة الثانية 22 ديسمبر الجولة الثالثة 3 يناير الجولة الرابعة في الجزائر 11 يناير الجولة الخمسة في القدفور ولسه الجولة السادسة والأخيرة هيتحدد معادها لما يشوفوا شكل المجموعات عشان تتلاقي بكل هفتة وقتات واحدة عشان فكرة المنافسة على بطاقة التأهل للأدوار النهائية